السلام عليكم أخوتي أهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطيما اليوم إن شاء الله في وصفة جديدة نحضر معكم إن شاء الله اللي يشبك وطريقة اللي مختلفة تماما على المعتد وفي نفس اللحظة صراحة كيجي رائع جدا كيجي لديد بزاف قبل ما بدأوا الفيديو كما العادة منساش دعموني باللايك دي لكم باش يجعوني بجائما إن شاء الله نجيب لكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصريا كذلك تقول ما ركا تشوفوني فمنساش تركوا في القناة تفعلوا جرس باش جائما نتوصلوا في ج المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله فأول حاجة غن بدأوا بها هي القيطر غنحضر القيطر بعدها باشا كي يبرد معانا عاد غنبدأوا في الوصفة فالقيطر غنحتاجوا ثلاثة دي الكسان دي العنبا دي السكر بنفس الكاس كنضيفو جوج دي الكسان دي السكر كما كان القياص دي الكاس كتعبرو به أم حاجة الكاس اللي يتعبرو به السكر هو نفسه تعبرو به الماء راحتوا معايا اضفت واحدة ملعقة كبيرة دي العصير الحامر وكنحرك مزيان وغنضيف واحد الكيس دي الفاني باشا كي القيطر دياننا كي يجي منكه غنحرك ومباشرة غنوضعوه على النار على النار اللي كتكون مجهده باشا كي يضغيه كي يغلي معانا وكيدوبنا ذك السكر بعد ما كيبدأ كي يغلي وكيدوبنا السكر ذك ساعة كن نقصر البطا مزيان كتكون النار مهيلة وكنخليه القيطر دياننا لمدة عشر دقائق هو كي طيب ومن بعد كنطفيه عليه وكنخليه يبرد هنخليه جانبا ان شاء الله يبرد وغنضو نحضروا الوصفة دياننا بالنسبة الوصفة دياننا فغنحتاج فيها ثلاثة ديال زلايف ديال السميدة بالنسبة للعبار كتعبروه باش ما بغيتو اهم حاجة الى عبارتو بالكاس او الا باي كاس او الا باي زلافة هي يعني تكملوا بها العبارة بشكل الوصفة تنجح معاكم انا هنا اخذيت العبار بزلافة انتم ما يمكن لكم اكي يتاخدوه غير بالكاس ديال اللي عمبا مثلا غير هو كملوا به العبارة مهم لاحطوا معايا كنوريكم هنا استعملت السميدة ديال الحرشة اللي كتكون متوسطة السميدة العادية اا بنفس الزلافة اللي عبارت بها السميدة هي نفسها كان عبار بها الزيت عندي هنا يا ربع زلافة ديال الزيت الى درتوا انتم الكاس غاد ديروا مثلا نفس الكاس اللي عبارتو بها السميدة غاد ديروا ربع كاس ديال الزيت انتم ما غادين هنا اللي لحتوا معايا ضغطوح شوية ديال الملح غير شي شوية وغنضيف جوج ديال الملاعك كبار ديال السكر كنحاول كنحرك الخليط مزيان ونبس بس هاد سميدة مزيان مع هاد الزيت حتى كتولي سميدة كاملة مقيوصة بالزيت في هاد شكل هدا ايا مباشرة دك ساعة غنضيف النشا عن ضيفنا ملعقة كبيرة من النشا اللي هي المايزينة بالنسبة لها المايزينة هدي فلا ما كاتش عندكم يمكن لكم تستغنوا عليها ماشي ضروري ولكن صراحة هي اللي كتعطي واحد القرمشة في الوصفة وكتجيبها افضل هيا للاحتوا معايا بنفس الزلافة ضفت نص زلافة ديال دقيق يعني الزلافة اللي عبرت بها عمرتها حتى النصف كان كرر دائما العبارة كتاخدوه باي ايناء عندكم غير هو كملوا بهالعبارة للاحتوا معايا بقشدة نفس الزلافة غنضيف لها غنضيف عفوان جوجي الزلايف ديال الحليب الحليب الدافئ بالنسبة للزلافة اللولة فاضفت فيها معلقة كبيرة ديال الخامير الفورية وكنحاول نحرك مزيان حتى كتدوب ومن بعد كنبدأ نخلط بهالشكل هدايا كنزرب ما كننعطرش اليد ديالي باشا كايا السميدة ما كتنشفش وكذلك ما كندلكوهاش غير كنضيفو ذلك جوجي الزلايف ديال آآ ديال الحليب وكنتوقفو وكنحاولو كينحركو ما اللقاع باشا كايا حتى اللقاع يعني كيتحرك باش ماتبقى الناش سميدة في القاع ديال الاناء لاحظوا معايا هنا يا الخالد كيكون خفيف هاتشكل هدايا الى بل لكم بانه ما زال تقيل بزاف ما فيها بس زيدوا وحشوية ديال الحليب بعد مرة صراحة كيكون الاختلاف في النوعية ديال السميدة اهم حاجة الخالد خصو يكون خفيف بهاتشكل هدايا وما يكونش جاري بزاف اخفيف وشاد راسو مهم بهاتشكل هدايا هنا يا غانغطي هاد هاد السميدة او اللي هاد الخالد وغانخليه حتى كيختامر لمدة نصف ساعة ومباشرة كندوزو نحضروا الكارتونة اللي غانخدمو بها عندي هنا الكارتونة ديال الحليب عندي خاوية هي يعني الحليب دياله واللي عجنت به كنحاول كي ينحل الفم دياله وننظف هاهم بعد كنجي وكنقطع لها الطريف هاده من التحت كندير واحد قيبة صغي ورا وغندر فيها واحد تسنونات بالنسبة لها التسنونات هادو فكيعطي هنا دك التسنونات في المشبك مويمة اه غانحضروا اليوم ان شاء الله المشبك السوري فكندير اكي واحد تسنونات باشا كي يخرج لمشبك ولكن صراحة بنسبة هاد التسنونات اللي كاندر لكم كيعطي اوش اكي واحد تشبكات اللي كبارين كي يجي وقلالين غير واحد شوية ما بينيش بزاف ما الافضل الى بغي سوية يعني يكدير واكي غير واحد تقيبا اه في الكارتونا ومن بعد كتدوزو وكسخشو فيها الجيب الحلواني اللي لحتو معايا فالجيب الحلواني اللي استعملت فهو صغير واربشك كي مني كانديرو المشبك ديالنا ما كيجيناش واسعو كبير كيجي الحجم ديالو وهدك اللي حتو معايا كنحاولك كي نغلق مزيال جوانب ديال جيب الحلواني بسكوش بشك كي العجينة ما كتخرج منيش ما نجيب الحلواني مني ضغطوا عليها اولا ديالو الحلواني كيبقى تابس هنا كنرجع العجينة ديالي من طبيعة الحال من بعد ما اختام الاسم زيان عندوزو ان شاء الله هنخدمو بيها لابا عندنا كل شي واجد الغيطرة واجد وكذلك الجيب الحلواني سهوى عندنا واجد كنحاول واكي نعمرو هاد الكارتونا ديال الحليب العجين وهاشكال هدايا كندير واكي واحد الكيمية اللي معقولة ديال الخالي يدخل هاد الكارتونا كنحمروها غير احتل نصف وكنحاولك كي انهبط ديال كيمية كاملة للقاع ونسويها باش ما سمقاش خارج على برا من بعد كنضغطك كي على الجوانب ديال الكارتونا شوفوا معايا كيفاش كان ضغط بها شكل هاد ايا وكنتني هاد الجني باس ومن بعد كنجيب دك الكارتونا اللي خلينا هادك الجزء اللي خليناه كنخليه هبط وكانورك شوفوا معايا كيفاش كتخرج بحالي عندنا الجيب الحالواني مهم صراحة هاد الكارتونا هادي درتها غير بالنسبة للنسل اللي ما كيت وفروش على الجيب الحالواني كيديرو هاد الكارتوناتا هي عندها نفس الخدمة هني مباشرة غنضوزو الطياب غنحتاجك كي الواحد مغرفة اللي سكون متقبة كنخليه احتكا تسخن مزيان في الحرارة ومن بعد كنشبك فوق منها هالطريقة هادي كنديروها يعني بالنسبة المبتدئي اللي كيخافوا وكايا يديرو هاد الميشبك هادا مباشرة في الزيت كيجيهم صعيب وكيخافوا الزيت يطر لهم في الدم ما الافضل ديرو اكايا واحد المغرفة وشبكوا فيها اه العجينة ديالكم بعد خليوها تاكت شد راسة وحيدوها بالمعالقة مهم هنا ايا كنحاول اكايا بعد ما كسب اللي طابس كنقلبها وكنخليها حتى كنتحمر من الجيهة التانية من طبيعة الحال النار خصة تكون مهيلة وكنستمر بنفس طريقة انوريكم ان شاء الله جوج ديال الطرق ديال الخدمة واكيد الطريقة العادية اللي كنخدمو بيها المشبك اولا المشبك فهي اللي كتكون زوينة وكتكون افضل حيث مني كنديروها مباشرة في المغرفة بحلي المشبك ديالنا كيلتسق شوية مع بعض ديالس ومكيجيش مفرور لاحظوا معي هنا يمني غانشبكو مباشرة على الزيت كيفاش كيجي متخافوش صراحة غير خليو النار تكون مهيلة ومبعد شبكو المشبك ديالكم مباشرة في الزيت متخافوش كيما قوتلكم اهم حاجة العافية تكون مهيلة يكون زيت سخون والنار تكون مهيلة بشكاية كتشبكوه اولا كتديروه في الزيت على خاطركم لاحظوا معي هاتجوجها دودرتهم في المغرفة ما جوش كاية واسعين اما هاتي مني درتها مباشرة في الزيت جات مفرورة صراحة كيجي رائع جدا هالي المشبك لما دق ديالو كيجي الليد بزاف كيجي مختالف وما كيجي شرب زيت باتاتا نفس الكمية ديالزيت اللي درت معاكم طيبت بيها الكمية كاملة ديال العجين وبقى نفس الزيت يعني ما تشربتش الزيت باتاتا لاحظوا معي هنيا كنستمر بنفس الطريقة صراحة انا كملت يعني مباشرة درتو في الزيت ما درتوش على المغرفة كيجي صراحة زوين بزاف كيما قوتلكم كيجي افضل وكيجي مفرور وكيكون هذا هو الشكل ليلمي شبك ديالنا بعد ما طاب صراحة كيجي رائع جدا كيجي لديد بزاف كنتم بني ان شاء الله اجربوا هنا الاعجاب ديالكم وانا اكيدة اكيدة ان شاء الله اللي اجربتش بغي اعجبكم بزاف لحقاش في اعلان كيستحق الجريبة مهم دمقالي الا نودعكم مع السلامات لقوا فيديو اخر